انكمل ستر محامي الاسخاح الخامس وكان صراخ الشعب ونساءهم عظيما على اخوتهم اليهود وكل من يقول بنينا وبناتنا نحن كثيرون دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا وكان من يقول حقولنا وقرومنا وبيوتنا نحن راهنها حتى نأخذ قمحا في الجوع وكان من يقول قد استقربنا فضى لخراج الملك على حقولنا وقرومنا والان لحمنا كلحم اخوتنا وبنينا كبنيهم وها نحن نغضى بنينا وبناتنا عبيدا ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة ايدينا وحقولنا وقرومنا للاخرين فعضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام فشاورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة وقلت لهم انكم تأخذون الربا كل واحد من اخيه واقمت عليهم جماعة عظيمة وقلت لهم نحن اشترينا اخوتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا وانتم ايضا تبيعون اخوتكم فيباعونا لنا فسكتوا ولم يجدوا جوابا وقلت ليس حصل الامر الذي تعملونه اما تسيرون بخوف الهنا بسبب تعيير الامم اعباءنا وانا ايضا واخوتي وعلماني اقربناهم فضا وقمحا فلنترك هذا الربا ردوا لهم ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وقرونهم وذيتونهم وبيوتهم والجزء من مئة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا فقالوا نردوا ولا نطلب منهم هكذا نفعل كما تقول فدعوت الكهنة واستحلفتهم ان يعملوا حسب هذا الكلام ثم نفت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل انسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه وهكذا يكون منفوضا وفارغا فقال كل الجماعة امين وصدحوا الرب وعمل الشعب حسب هذا الكلام حقيقة ان نحنية برغم من انشغاله في بناء الصور وتركيزه على هذا البناء وبرغم من الصعوبات والمقاومات اللي ظهرت قدامه اللي ان ما كانش تركيزه فقط على بناء الصور المادي اللي هو من حجارة لان الصور ده ملوش ايمة اللي لم يكن هناك صور روحي يقي الشعب من الجموح والتضمر والخطأ والصور الروحي ده هو كلمة ربنا اللي عطحوت على الشعب ووسية المحبة اللي بيتعلق بيها النموس كله وتحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك ليه الصور الروحي مش موجود كل واحد حيعمل اللي هو عايزه وحيرجعه للخراب مرة تانية لكن هو مع بناء الصور المادي كان بيدني الصور الروحي عشان ما يرجعش الصور اللي حيدني يتهد مرة تانية فحصلت مشكلة ان بسبب انشغال كل الناس في العمل وفي الشغل وفي البناء التاجر ما بيتجرش والفلاح ما بيزرعش والشعب الفقير عايز يأكل فابتدوا وعليهم ضرائب خراج الملك والضرائب اللي المفروض عليهم لازم يدفعوه قدامهم حكتين اولا هم كلهم ما بيشتغلوش في اعمالهم الخاصة كلهم متفرغين لبناء الصور وفي نفس الوقت عليهم يسددوا التزامات عائلتهم بان هم يأكلوا نفسيهم ويأكلوا اولادهم ويسددوا الضرائب اللي مفروض عليهم للملك فابتدوا ان هم يقتردوا وبعدين اقتردوا بربة بالرغم ان حسب الشريعة ممنوع ان اليهودي يقرد اخوه اليهودي بربة يعني ما يخدش فوايد اضطروا ان هم يرهنوا الحقول والكرون بتاعتهم عشان يغدوا امح يأكلوه وكان مفروض حسب الشريعة ان الي بيترهن يرد في السنة السبع حتى لو الي كان اخذ هذا موفاش الرهن او موفاش الدين اللي عليه لكن هم فيبقوا بعد شوية ان الحال بقى صعب جدا وكان محمية من النوع اللي من القواب او من الحكام اللي يشعر جدا باحتياجات شعبه زي ما شفناه حس بتعب الشعب من كتر شيل الطراب ومن كتر التعب بتاع بناء الصور ايضا حس بجوع الشعب وهم دول اخطر حاجتين بيهددوا سلامة الامة او سلامة الشعب ان الانسان يبقى تعبان وجعان ما يقدرش ان هو يسلك سلوك سليم او يتصرف تصرف سليم وكأنه بيفكرهم لما جمع الشعب ونقش المشكلة الاية الجميلة اللي اتذكرت في العهد القديم اني اريد رحمة لا ذبيحة ايه معنى ان احنا حنبني صور لكن ما بنرخم ش بعض ايه معنى ان احنا حيبقى لنا كيان ومدينة عظيمة مصورة ومحنية لكن مفيش حب بين الافراد اللي سكنين جوه المدينة اكيد ان الصور اللي بننا ده حيرجع يتقد تاني بسبب عدم وجود المحبة بسبب عدم ان احنا بنعيش وصية ربنا اللي اوصانا تحد قريبك كنفسك وبسبب مخالفات الشريعة الكتيرة اللي احنا خلفناها وكل واحد عمال يضغط على التاني فميقول في موقفه لما شعر بهذه المشكلة بان النفس صرخت بنوها وبناتها مرهونين ويقول كده كان صراخ الشعب ونخاءهم عظيما على اخوتهم اليهود العناي طبعا اللي كانوا متمكنين هم اللي استغلوا الموقف وقوعنا من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا يعني كل هدفهم انهم يقضوا شوية امح عشان يكلوهم عشان يعيشوا قد ايه كان الشعب مزلول جدا وقد ايه برضا تقولون ان الشعب تاب بالرغم انهم بنا في شهرين لكن الشعب كان فئير كان تعبان ماديا وكان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع وكان من يقول قد استقربنا فد لخراج الملك على حقولنا اللي هي الدريبة المفروضة على الحقول الزراعية وكرومنا والان لحمنا كرحم اخوتنا وبنونا كبنيهم يقصد اخوتهم اللي هم الاغنياء اللي اقردوهم وها نحن نخضع بناتنا وبنينا عديدا ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا مش جديد نعمل حاجة وهنا يحس الشعب بالمدى عجزه نتيجة احتياجه الشديد وحقولنا وكرومنا للاخرين حتى الميراث بتاعنا راح للاخرين ومش قدرين نسترده ففي موقف حاسم جدا وفي مسئولية نتيجة احساسه بشعور ان شعبه تعبان وجعان يقول فغضقته جدا حين سمعت صراقهم وهذا الكلام مش غضب على صرخه وغضب على الوضع ازاي الاغنياء عملوا كده مع اخواتهم الفؤرة فقلت لهم فشاورت قلبي في تعبير لطيف اوي يعني قعد يفكر جوه نفسه ويفكر مش بس بعقله ولكن بقلبه اصل ساعات الحكام او القواد من كتر تسلطهم يفكر بس بيه بعقلهم ويصدر اوامر بالعقل لكن هو فكر بالقلب باحساسه بتعب الاخرين وباحتياج الاخرين قدر تعب اللي قدامك وبكت العظماء والولاة وقلت لهم انكم تأخنون من الربا كل واحد من اخيه وعلى المواجهة جندة جدا وهنا بان شخصية نحنية قوية وشوفوا نحمية جمع صفتين قد تبدو متماقدتين اولا صفة الرحمة والاحساس الشديد باحتياج الاخر اللي ظهرت من اول سؤاله عن الشعب اللي موجود في ارشالين لحد ما راه عندهم رحين جدا وحنين جدا وحساس جدا وفي نفس الوقت شخصية قوية جدا تؤث وجه العظماء والولاة تعافين اي حاكم لازم يتملق الطبقة القوية ويحاول يداهنهم ويحاول انه يمشي اموره معاهم لكن دا يقف قدام الطبقة القوية الحاكمة الغنية اللي موجود اللي تمتلك هو الضخم بشدة وبمنتهى الوضوح لان نحامية كان من النوع اللي عنده الخطأ خطأ والصح صح ما كانش بيافها لمجرد انه يكسب اصوات الناس او انه بقاله شعبية او ان الطبقة الغنية يعني تبقى ماشي وراه وكان رنزل السيد المسيح ايضا السيد المسيح كان بيبكت كتير الكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة اللي هم الطبقة الدينية اللي كانت مسيطرة على الشعب وعشان كده هم اللي سلموا حسدا بالصلب لكن كان واضح جدا في طريقة المعاملة معاهم وقلت لهم نحن اشترينا اخوتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقتنا وهنا يورينا خدمة حلوة اوي كان بيعملها حتى وهو في ارض السبي كان لما يعرف ان فيه واحد يهودي بيه عبد كان يعمل ايه يروح يشتريه عشان يطلقه حر وهنا قد ايه محبته اللي بتحط مادة لطيف اوي ان نحن نضحي بالفلوس من اجل النفوس لان لو المادة ذات عكس بيبقى الوضع صعب لان فاق بنضحي بالنفوس من اجل الفلوس فهو لقعد حياته كلها بيشتري ويحرر يشتري ويحرر يشتري ويحرر وانتم ايضا تبعون اخوتكم فيباعون لنا بانا عمال اشتريهم بالامم وانتم طوموا تشتروهم وتخدوهم لي فسكتوا ولم يجدوا جوابا بيباعوهم لليهود يعني عبد حضر واحد يهودي عليه دين يقوم الغني يبيعو لواحد يهودي تين عشان ياخد ايه تمنه اللي عليه دينه ومش قدر يوفيه بيباعوه زي العبد برغم ان الشريعة بتقول انه في السنة السبعة يطلق حر فسكتوا ولم يجدوا جوابا وقلتوا ليس حسنا الامر الذي تعملونه اما تسيرون بخوف الهنا بسبب تعيير الامم تازين الامم تضحك علينا وهنا بيحط خوف الله كمبدأ او كسور لكي ما يحمي ان الشعب يجنح او ان حد من الشعب يدوس على الاخر ويهد الاسوار مرة تانية فمخافة الله لما تحوط على الانسان تحفظه وتبقاله حماية من انه يشت ومن انه يضل ومن انه يجمح ويدوس على الاخرين بسبب تعيير الامم اعباءنا وانا ايضا واخوتي وغلماني اقردناهم فضة وقمحا فلنترك هذا الرباع وابتد بنفسه انه سلف ناس لكن مش هياخد منهم ربا هو او الغلمان بتوعه او الحراس بتوعه او الحاشية بتاعته ردوا لهم هذا الذي تأخذونه منهم ربا فقالوا نرد ولا نطلب منهم هكذا نفعل كما تقول وهنا نشوف فعلا ان الشخصية اللي حبت يبقالها تأثير وسلطان على الناس انهم بيسمعول فعلا وبيطوعوه كما تقول فدعوت الكهنة واستحلفتهم ان يعملوا حسب هذا الكلام فاخذ التعهد في حضور الكهنة ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل انسان لا يقيم هذا الكلام لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه وهكذا يكون منفوضا وفارغا قل نفض حجره يعني كأن الحجر مفهوش حاجة وقال يبقى كذا الانسان ما عندوش حاجة الانسان اللي يكون هذا العد فقالت كل الجماعة امين وسبحه الرب وهن نشوف فعلا مدى التغيير اللي حصل في هذا الشعب ان الشعب قال امين وقال صدح ربنا بالرغم بالخسارة المادية اللي كان حيصدبها لناس كتيرة ان الاغنياء حيخسروا وفعلا هم استعد ان هم يضحوا بالفلوس من اجل ان كلمة ربنا تتم وسبحه ربنا وعمل الشعب حسب هذا الكلام وايضا خذب الشعاسة لكن بحظم وايضا من اليوم الذي اوصيت فيه ان اكون واليا في ارض يهوذة من السنة العشرين الى السنة الثانية للثلاثين لارتحشت الملك اثنة عشر سنة يعني دي الفترة اللي فضل فيها والي في ارشالين قعد اثناشر سنة والي في ارشالين لم اكل انا ولا اخوتي خبز الوالي قعد اثناشر سنة لكن ولا مرة من المرات دي لهو ولا علته اكلوا خبز الوالي ايه خبز الوالي دا مفروض ان الشعب بيقدم ضريبة للوالي غير ضريبة الملك ان الوالي يقول على حساب الشعب لكن هو رهب ان الشعب يقدم له حاجة ولكن الولاه الاولون الذين قبل فقلوا على الشعب واخدوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن اربعين شاكلا من الخبزة حتى ان غلمانهم تسلطوا على الشعب لكن الولاه الاب كده كانوا بياخدوا حتى الغلمان بطوحهم بيستغلوا هذا الوضع اما انا فلم افعل هكذا من اجل خوف الله لما تبقى مخافة ربنا موجودة في القلب تبقى صور للحماية وتمسكت ايضا بشغل هذا الصور ولم اشتري حقلا برغم انه كان ممكن يستغل الموقف لان في الوقت كانت في الحقول بتدع بتمن دخس ورخيط جدا علشان يكلوا او يقدروا يسددوا الدرائج اللي عليهم وكان جميع غلمان مجتمعين هناك على العمل وكان على مائدة من اليهود والولا 150 رجلا فضلا عن الاتين الينا من الامم الذين حولنا وكان ما يعمل يوم واحد ثورا وستة خراف مختارة وكان يعمل يطير وفي كل عشرة ايام كل نوع من الخمر بكثرة ومع هذا لم اطلب خبز الوالي لان العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب جي المائدة المفروض بتاعت الوالي اللي اي بيف بيخش يأكل عنده او المشيرين اللي حوليه بيأكله معاه بيقول ان النائدة دي ما خطهاش من الشعب لكن كانت بتصرف من امواله الخاصة لانه كان حاسس بان فيه عبودية عبودية الى على الشعب اذكر لي الهي للخير كل ما عملت بهذا الشعب وهنا بنشوف انه بيحول مش بس الديئات والالام اللي في حياته الى صلاة لكن ايضا بيحول كل حاجة حس ان عملها كويسة الى صلاة وبيحطها قدام ربنا الانسان اللي بيقدس احذانه والي بيقدس تعبه والي بيقدس عطاياه باستمرار قدام الله كان لقب الله وكلمة ربنا باستمرار على فمه في ذكر كل شيء يقول ربنا اذكرني في علاقة بينه وبين ربنا مستمرة ودائمة وكان احساسه بثقة للشعب بيخاليني يحاول انه يخفف عن الشعب بهذا الحمل التقيل واحد مش عايش لنفسه لكن قلبه مفتوح للاخرين